يا جماعة طب نحاول نقرب الموضوع ابتدى يبقى فيه تفاوض من نادي الزمالك هنا ظهر الزمالك في الوقت ده ظهر الزمالك من خلال أستاذ مرتدى منصور مزبوط نايا برئيس الزمالك دي حقا كان دكتور كمال درويش رئيس الزمالك كان التفاوض وكان مع الأستاذ مرتدى هنا بقى بدأت تتشاور عقلك ابتدى يبقى فيه تفاوض وكان فيه أكتر من كذا قاعدة لأنه كان فيه اختلاف في مجلس الإدارة ما بين دكتور كمال درويش والمستشان مرتدى فابتدى يبقى فيه لغبطها كثيرة جدا واخد بالك رغب ان نخد بالك كان تقدريا تقدريا أكتر يعني من ناحية مادية أكتر بس أنا كنت برضو حابب أن أنا أبقى في مكان مجلس الإدارة يبقى متفق أنه عايز إبراهيم سعيد يبقى موجود بس أنا فاكرت لك حوار ساعتها في 2004 قلت اتسألت على موقع في الجول أنه هل أنت مش شايف أن دكتور كمال درويش مش عايزك فقلت لا أولا هو قابلني في الكلية في الجامعة وليتوا بيعملني كويس ثانيا أن أنا عايز ألعب في فريق وهتبتلكم أن أنا دي حقيقة صح؟ بس خد بالك أنا المقابلة المقابلة مع دكتور كمال درويش خد بالك أنا عرفت في اللحظة دي أن أنا غير مرهوب فيها في الناتزة مالك قبل ما تبدأ قبل ما تبدأ كان عملي عملك إزاي صح؟ دكتور كمال درويش كان عايز أن أمضي معا عقد مختلف عن عقدي مع مرتضة آه فاهم قصدي يعني إيه؟ يعني عايز يوصل أن أنا إيه؟ البرهيم ماضي معايا فعارف أنا دخلت في حتة انتخابية آه فقلت له لا أنا ماضي مع الأستاذ مرتضة والعقد معاه أنا ماضي مع نادي الزمالك فابتديت أحس أن إيه؟ الأمور فيها في حاجة مش مظبوطة آه مين اللي أقنعك أن الحركة دي أو التحرك ده قانوني؟ إنك تمضي للزمالك وإنت لسه خالة ده خلاص ده كان فاضل ستة شهور على فكرة خلاص أنا كان يعني عديت لمرحلة الستة شهور تمام فكان من حقك إنك تمضي ده خد بالك لا أنا هقولك في البعد العقد آه أنا هقولك لا أنت خد بالك إحنا كده جينا في الآخر أي لأ أنا قبل ما أروح نادي الزمالك قبل ما يحصل رواينا الرايح حمد العقد كان دكتور كمال درويش وكان شمرتدة وكان مهاني زادة وكان أميني الصندوق تقريبا مش متذكر مين المندوق 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 على ما أعطاك أنا قبل مضيت النادي الزمالك وكان ده أنا هقوله أول مرة وبرضو عايز أوصل حاجة إن أنا مش بقول كده بعاتب تمام عشان برضو الناس ما تفهمش غلط تمام وهقول إيه سبب اتكلمت لمهاندس عدل القيعي بالضبط أنا فاكر المكالمة دي طبعا بش مهاندس عدلي أنا عايز أبقى موجود في النادي وجاي لي عرض من الزمالك قدامي ثلاثة يام وهمدي بالضبط والله هاني زي ما بقولك كده فالأعتاقد من خلال المكالمة أنا حسيت إن المهاندس عدلي وهو مش تقليل منه على فكرة أنا بحبه جدا هو أعرف إن هو أخ كبير وأبويا يعني في عشرة ما بيننا من بعد بس أنا مش بقول كده عشان يبقى فيه مجرد لوم لأ أنا بقول أحداث حصل حسيت إيه؟ حسيت إن هو أفتكر إن أنا يعني زي ما بتقليل بلعب ورقة زمالك بالضبط كده فإيه؟ سخر من كلامك؟ مش سألي طيب هشوفه أعرض على مجلس الإدارة ومش عاية فيه أكلمك بالضبط فقال لي يا براهم إنت اللي عملت إنت اللي بعيدت ومش بعيدت فاتويا مش مهاندس أنا عايز عايز أبقى موجود في النادي أنا مش عايز أسيب النادي الأهلي لو زعلين مني عايزين يشوفوا اللي إنتوا عايزينه بس ما تخرجونيش برا إيه؟ برا النادي والله طول الفترة دي كان الأهلي مصمم على المئتين ألف مفيش زيادة حصلة لا ما خلاص بقى هو في الوقت ده اللي هو عرض بيع اللي هو بعد ما رجعت من النصف ففي الحد آخر لحظة أنا شايري النادي الأهلي عايز أعط في النادي على فكرة وإنت حتى خلاص هتمضي للزمالك بتراجع الأهلي أنا هنخش في الموضوع ده كلمت المهاندس عاد لك وكلمته تاني قبل ما همضي بيوم قبل ما همضي بيوم أنا عندي معاد بكرة همضي في نادي الزمالك أنا عايز أبقى موجود عايز أبقى معاكو شوفوا إيه اللي نقدر نعمله وأنا معاكو فيه تحت أمركو قال لي طبعا هشوف مجلس نفس الكلام وساعتها والد الله أرحمه وكلمهم وكلم تقريباً لصز خالد درندالي على معتاقد وكلم أكتر من كذا حد يعني إن أنا همضي فالمهم جينا تاني يوم عايز تطلع فاصل؟ لا عايز تعيط؟ لا 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 عايز ليه؟ عايزت ليه؟ حاسك عايزت لا لا خالص أنا بكلمة حاجة؟ دكتور ليه عايز أطلع فاصل؟ لا عادي أنا قلت يعني عايز تريح؟ لا خلاص كمل طب تعالى نشوف تأرير جمهور بيقولوا إيه عليك؟ طيب ولا نخليها كمان شوية لا خلينا كمل حتة لا خلينا كمل حتة دي خلاص؟ وأنا قاعد في مجلس الإدارة بامض العاد كان مستشوم مرتضى كان قاعد هنا والدكتور كمال وهاني زادة وأستاذ عماد المندوح المندوح حسيني ولا محمود بدر الدين؟ لا أعتقد كان المندوح حسيني على ما أعتقد في الوقت لا أعتقد في الوقت والله وأنا برضو الناس مش عايزة تفهم الموضوع غلط أنا بتكلم في حاجة حصلت وأنا بعد ما مضيت التلات نسخ تلات نسخ بالزبط هنا جيت في النسخة الرابعة جات كان التلفون كان من جنبي كده بالزبط مكالمة كان كابتن محمود الخطيب كان نائب رئيس النادي ساعتها؟ بالزبط المكالمة كده وكان قاعدين في مجلس الإدارة قاعد فبيقول لي إيه؟ أنا عارف أنت فنيات الزمالك فإيه؟ بكرة نتقابل فقالت له كابتن أنا مضيت أنا مضيت أنا مضيت والله قلت له أنا آسف كابتن أنا مضيت وكنت فعلا مضيت قال لك إيه؟ قال لي ربنا وفقك أنا فاكر بص موضوع ده حصل بالزبط أنا مش بقول كده برضو عشان الناس تفتكر أن أنا بقول كده بعاتب لأ هو الموضوع كان فيه أحداث كثيرة جدا هي اللي خليتني أن أنا بعيد عن ناد الأهلي بالزبط والله العظيم هاني وعطاك مجلس الإدارة كله فاكر أنا عادت عيط عيط جوه مجلس دورة الزمالك؟ جوه مجلس دورة الزمالك بعد ما مضيت؟ أه والله عيط والله عيط فعلا بكاء غير طبيعي حتى لدرجة أن أستاذ مرتضى وكان دكتور كامال ده قالوا لي في إيه؟ فقالت له لا ده والدي بيدعيلي والله بتكلم بجد حتى ساعتها أستاذ مرتضى خد بالك هو زكي قال لي لو أنت مش عايز تستمد في ناد الزمالك وتبقى موجود في ناد الزمالك خد العود بتاعتك إيه؟ وامشي فقالت له أنا ملتزم بالكلمة اللي أنا ما فكرتش فيها لما طرح عليك الفكرة؟ التزمت بكلمة أنا قابليها بتكلم عملت محاولاتك مع الأهل عملت كل المحاولات عملت كل المحاولات دي حقيقة يعني أنا لو المكالمة دي جات لي قبل ما خش ناد الزمالك بنص ساعة أنا كنت هاعتزر لمجلس الإدارة بس إن أنت قاعدت وكان معاك ناس برضو أسماء وناس قاعدت معاك فخلاص ما ينفعش أنا ما ضمت ديت كلمة خلاص يعني الكلمة حصلت وانا قاعد فما ينفعش إن أنا أيه؟ لما عيضت ساعتها كان إيه اللي في بالك؟ إيه اللي خلت الدموع تطلع منك؟ عشانا أحب الأهلي ده حقيقة السنين رجعت السنين بقى اللي عشتها مع الأهلي من وانت أنا عايش سنين من وانا 8 سنين أنا النادي الأهلي ده خيره كبير جدا على إبراهيم سعيد في حاجات كثيرة جدا سبك من الشهرة والكلام ده في حاجات إنسانية حصلت معايا داخل النادي من أول كابتن طارق من أول كابتن سابت لا أحكي لي الحاجات الإنسانية يعني من أول عم جمعة رحمة الله عليه كابتن عماد اليماني لا الناس دي عملت معايا حاجات بعيد قبل الشهرة أنا كنت بتعامل مع حتى زميلي حتى الجيل بتاعي كابتن ساد عبد حفيز كابتن أمير عبد حميد أحمد بلال لا أنا الناس دي أنا كنت في وسط بيت بيتي بتربيت فيه من البداية من أول ما احترامي ما كانش معاه فلوس هو النادي الأهلي كان بيطلع لي وجبات وأقولها هو أفتخر إن كان بيطلع وجبات لي أنا وحيد والدي ووالدتي رحمه يعني كنت وحيد فوالدي كان على قد حاله غلبان عنده محل صغير كده بيصلح فيه تليفزيونات عشان يقدر يأكني أنا ووالدتي وأختي على قد حالنا فكان هم على فكرة كان النادي الأهلي عنده ميزة حلوة إن هو بيبقى عارف الأسرة المنطقة اللي أنت عايش فيها عايش إزاي وأسرتك عاملة إزاي فهم كان أخد بالك موجودين دايما معايا فكان بيتعاملوا معايا قبل بقى إن هم يعرفوا إن إبراهيم مشهور والكلام ده فكان بيعملوا لي الوجبات بيدهالي عشان خاطر إن أنا وانا ماشي كان عم جمعة الله أرحمه كان بيتعاملوا معايا إن أنا ابنهم الصغير قلت قبل كده في فيديو في الأيام اللي فاتت إن كابتن سايا عبد الحفيز كان بيرعاك رغم أن أنت قربين في السن بس كان عشان مرتبوا أكتر كان بيأكلك دي حقيقة ما نسهلوش أبدا في أصول كده يعني فعلا بجد لو هيبقى آخر نفس في حياتي أنا عمري ما هنكر الخير ده لو بعد كل السنين دي هتشاور هتقول للشخص ده أنت السبب إن أنا مشيت من الأهلي رغم أن أنا كان قدامي فرصة أكمل مع النادي المفضل كابتن إكرامي كابتن إكرامي كابتن إكرامي كابتن إكرامي حاكيم ما كانش بيتصرف من نفسه بس مهما حصل مين اللي بدأ الشرارة كابتن إكرامي مين بداية اللقاء مين بداية الحوار مين بداية أنا معرفش خد بالك أنا معرفش هو وصل إيه برضو تمام يعني أنت فاهم أقصدين والناس تفهم ما نكلم كابتن إكرامي ماشي ياريت نكلم كابتن إكرامي ياريت والله أنا عايز أفهم برضو هو إيه الصورة اللي وصلها للناس لأن أنا بعدها ما عابلتوش بعدها خالص ما حصلش أي نفسه لا ما حصلش خالص طول العمر ده خالص خالص وابتدى بقى يخش إن أنا في مشاكل مع كابتن ثابت ومش عالف مع كابتن ابتدى بص الموضوع يخرج في حتة بعيد عن الكورة بس في 2022 يا هيما الناس شايفة يعني اللي يبص بقى على المشهد من بعيد إبراهيم سعيد ساب الأهلية علشان الفلوس يعني مش فاهم يعني بعد الحكاية اللي أنت حكيتها دي بتفاصيلها المهمة والله أبدا لو حد هيبص ولا أبدا ما كنتش تكلمت أصلا قبل مامضي في الزمالك وكنت تكلمت وكنت عدت في النصر السعودي على فكرة كنت كل ده أنا عملته ما كانت فيه فلوس في نادي النصر السعودي وكان موسيمين مبلغ محترم جدا على فكرة بس أنا الهدف بتاعنا كنت نفسي أكمل في النادي العلي مشيت روحت الزمالك صح؟ اتوقفت قبلها اتوقفت سنة ونص سنة ونص كانت إيه السبب؟ كان بسبب الغرامة أن أنا مضيت للزمالك وكده كانت قصة كبيرة جدا تقريبا تحكم عليها مليون وسبعمائة أي مظبوط أنا فاكر كان فيه خبر للسبوع رامن شوية كاتبه الراحل العظيم من الأساس خالد العشري إيقاف إبراهيم سعيد لعب الأهلي المصري الستة أشهر وتغريمه مليونا ونصف مليون جنيه لا هي مليون سبعمائة وخمسين على ما أعطاك مليون سبعمائة وخمسين أه على ما أعطاك وإنك لم تلتزم بالعقد الموقع وتعمدت إثارة المشاكل وإلحاق أضرار مالية بالنادي اللي رفضوا عروض افتراف أيوة رفضوا عروض افتراف بصورة استفزازية ما كل ده أنا كنت بعمله على فكرة عشان ممشيش من الأهلي ما هو الأزف هو الصورة كانت واصلة بشكل مختلف في مخدالك برضو أنت كانش عندك منصة إعلامية تتكلم فيها وعلى فكرة أستاذ خالد العشري أنا عملت معاه لقاء قبل كده كان اللقاء ده كان ممكن يغير حياتي كلها هو ما نزلش إزاي كان إيه؟ حوار إن أنا اتكلمت إن أنا قلت إن أنا هفضل تاريخي كله هفضل في النادي الأهلي وعمري ما همشي من النادي الأهلي منزلش ليه؟ ما عرفش كويس انت فكرتين دو انت في الأهلي قبل اللي ما تبتدي يعني يبتدي التفاوض مع ناحية زمالك أو الناصر أنا فاكرة الحوار ده قال إن أنا كنت عامله عشان خاطر يهدر رأي العام الحوار ده تقريبا منزلش وقد أعرب الأهلي عن ارتياحه لهدي العقوبة لأنها جاءت لتوقف مهازل اللاعب مع نديم منذ نعومة أضافره بعد أن دأب على إثارة المشاكل منذ كان نشئا ومرورا بكل المراحل السنية ومع كل المنتخبات ده كلام كان بيزعني كلام يعني كلام يزعني قوي للأسف كانت الحتة دي وانت كان ما عندكش منصة اللي ما تقدر تتكلم ما كانش عندك الحتة إن أنت تقدر تتكلم فيها وإن أنت تباين وجهة نظرك زمان قاعد معك دلوقتي أو ممكن أقدر أتكلم على السوشل ميديا للأسف كل الناس اللي شايفة ده عفكرة الموضوع ما كانش فيه كده خالص أنا بقولك بص أنا طلعت علي كل إشعايات إن أنا خليت مع كابتن سبت البطل لا أرحمه وروحت عملت له محضر وروحت هددت كابتن حسن حمدي عارف أنت دخلت في حتة غماعة إيه ده يعني ليه الحرب دي علي بالشكل ده يعني إيه اللي أنا أزنابته أولا الحمد لله مفيش أي حاجة مخلة مفيش أي موقف حصل مبيني ومبين مبين النادي الأهلي تستدعو إن أنت يحصل معك كل ده وده من ضمن الحاجات اللي كانت مزعلاني بس أنا لحد آخر لحظة وأنا بقولها والكلام ده على مسؤوليتنا الشخصية أنا لحد آخر لحظة أنا متمسك إن أنا أكون في النادي الأهلي بس أعتقد إن كان فيه ناس ممكن من ناحية أعلامية أو من ناحية داخل النادي ما كانوش حابين إن أنا بقى موجود أتوقفت ست شهور وقتها المستشوار الزند هو اللي حكم بالمحكمة ساعت أتعمل اللي هي المحكمة دي اللي هي يوم أتعملت لك إنت أتعملت مخصوص أتعملت لساعة وأتزالت من التالي أتعملت لساعة أتعملت لساعة كان رئيس الاتحاد وقتها كابتن عصام أه أتعملت لساعة وبعد كي أتلغت أه تقريبا ما اتقررتش تاني على معتاك دي أه مظبوط فلا بص يعني أنا اللي مزعاني الأسلوب اللي كان بينزل كده يعني يعني ما كنتش عارف أدافع عن نفسي مش عارفة مش عارفة أتكلم مع الجمهور مش عارفة أدافع خد بالك برضو بعض الصحف كانت كل الناس بتتبع أهرام مسائي ومسا